اشتركوا في القناة قائلا أجزنا اليوم وبالإجماع مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن أجل المصادقة على مشروع القانون يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين وتحدث حمدوك عن عقد اجتماع مشترك بين مجلس السيادة والوزراء للمصادقة عليه من دون أن يحدد موعدا للاجتماع عبر الأقمان الاصطناعية من الخرطوم ينضم إلينا الشيخ النذير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير كما ينضم إلينا أيضا عبر الأقمان الاصطناعية من الخرطوم صالح محمود رئيس هيئة محامي درفور عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني ورحبوا بضيفي وأبدأوا معك سيد صالح محمود سيد صالح كيف تابعت هذا الإعلان من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتوقيع أو الإجماع من قبل مجلس الوزراء السوداني على الانضمام لقانون روما الأساسي وهو ما يمهد إلى الانضمام وتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية نعم بالضبط هذا ما كنا نتوقع وكنا ننتظر منذ تفجر السورة في أنه آن الأوان أن يكون السودان أيضا ضمن الأسرة الدولية الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية التي كانت حلم البشرية هذا القرار الأخير من مجلس الوزراء يؤكد أن هناك إرادة سياسية من قبل حكومة الفترة الانتغالية وهذا كان أمر معدوم في ظل نظام عمر البشير الذي ظل يرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التوقيع على نظام روما الأساسي والتي ستاليها المصادقة أعتقد أن هذه خطوة تعبر وتشير أن هناك اتجاه للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما يجعل من الممكن الآن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وهم المتهمون في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور التي تمثلت في الجرائم الشنيعة الدولية الثلاثة اللي بعد الجماعية جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعتقد أن هذا هو ما كان ينتظره ملايين الضحايا منذ تفجر الكارثة الإنسانية في دارفور في العام 2003 والتي راح ضيئيتها أكثر من 600 ألف شخص وتدمير أكثر من 15 ألف قرية وتشريد أكثر من أربع مليون شخص لا يزالون غير قادرين للعودة إلى قرائهم ومناطقهم والأسطيع بسبب انعدام الأمن عن طريق ما كانوا يُعرف بأنشطة الجنجويد الموالية لحكومة عمر البشير هذا الاتفاق هذا القرار سيجعل من الممكن أن يطمئن الضحايا حتى بعد مرور هذه السنوات الطويلة أن هناك أمل وفي أن يتم تسليم المطورطين والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية هم عمر البشير وأبد الرحيم أحمد حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب سلم نفسه طواعية قبل فترة من الزمن الشعب السوداء ينتظرون الآن نعم وضحت الفكرة سيد صالح ابقى معي لنستمع إلى كيف أيضا تابع سيدة شيخة النذير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير كيف طبعت هذا القرار من قبل مجلس الوزراء وما الذي تتوقعه من مجلس السيادة بشأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تسليم الرئيس المشير إلى المحكمة الجنائية طيب الغرار هذا بالنسبة لي من ناحية قانونية يعني ما عنده غيمة قد يكون من ناحية سياسية لأنه واضح جدا من خلال ميثاق روما أنه لحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بثلاث حالات إما عن طريق الدولة الموقعة أو المصادقة أو عن طريق مجلس الأمن في مدى 13 أو عن طريق المدعي العام من تلغاء نفس فبالتالي ما تم من جرائم سابقة تم حالة عن طريق مجلس الأمن وبالتالي لا يتعلق هذا الانضمام أو المصادقة على هذا الجرائم يعني لا يقدم لا يخر في تسليم أو عدم تسليم لأن ما ينطبق على المتهمون في تلك الجرائم هم يقضعون إلى قانون المنساق الروم أو المحكمة الجنائية الدولية ويفقل لحالة المجلس الأمن الدولي وبالتالي هذا القرار أو هذا الانضمام أو هذا المشروع هو استطاع مشروع لم حتى الآن لم يحال إلى المجلس التشريعي اللي هو يتكون من السيادة ومجلس الوزراء عندما يتم المصادقة عليه هنا يصبح هذه الاتفاقية دخلت حيث الوجود بأن السودان أصبح عضو في هذه الاتفاقية وهذا المساق لكن هذا لا يعني أنه ما تم سابقا من الحالة أن السودان غير ملزم بولاية المحكمة الجرائية الدولية لكن أنا أعز أن أتكلم عن أنه حتى هذه المصادقة يعني اتفاق الدولية دائما عندها يعني محازير في المصادقة لأنها ليس قوانين داخلية إذا نتكلم عن مصادقة من مجلس التشريع اللي هو يتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء فهذا المجلس من ناحية قانونية وحسب الوثيقة الدستورية لا يحق له المصادقة أو إصدار أي قوانين لأن الوثيقة الدستورية التي استرد عليها في هذا الحق كانت تنبني على فترة زمنية ثلاثة شهور يحق لهذا المجلس أنه يقوم مغام مجلس التشريعي وهذه الفترة انتهت لا فترة طويلة جدا جدا وبالتالي أي غرار سواء كان غانون أو مصادقة على اتفاقية دولية لتصبح منها غانونية قابلة للطاعن في المحكمة الدستورية في أي فكرة من الفترات القادمة هل تعتقد سيد الشيخ النذير هل تعتقد أنه إذا صادق مجلس السيادة بعد مصادقة مجلس الوزراء ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ هل تعتقد أنه رغم ذلك لن يتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ولن تقبل المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لأن ذلك يخالف الوثيقة الدستورية لا بذا موضوع التسليم يختلف عن موضوع المصادقة والشرعية المصادقة من دماء السودان للمحكمة التسليم يتعلق بما تم من اتهام بالنسبة للمتهمين في هذه القضية وأصبح خاضعين للولاية الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي هذا أمر منفصل هذا التصديق على هذه الاتفاقية لا يعالج القضايا السابقة هذه القضايا حسن فيها بالحالة يتحدث عن قضايا لاحقة إذا تمت وحتى القضايا اللاحقة يعني من ناحية واقعية وقانونية في السودان هي بتتعلق عن جرائم زي ما ذكر أخونا المحامي صالح هي ثلاثة جرائم هذه الجرائم أصلا كانت نتيجة لخلافات وحروب في السودان ونفتكر مع بروس أو مع بزوق السلام في السودان وإن شاء الله سيظل مستمر هذه الحروب ستنتهي وبالتالي الجرائم التي تشعلها ما ستكون موجودة اثنين القانون الجنائي 1991 لم يكن يتضمن المواد الخاصة بتلك الجرائم وهذه الجرائم وضيفت في عام 2009 في الفصل أو في الباب السامن من المادة 186 إلى 192 وبالتالي لا أي مواد أخرى أو أي وقايا أخرى سبقت قبل ذلك لم يتم محاكمتها في القانون السوداني لأنه في هذه الحالة القانون السوداني سنقول غير غادر لأنه ما كان فيه مواد جنائية ممكن تحاكم ومعروف أي جرائم ارتكبت سابقا قبل صدر قانون ما بترجع بأسر رجعي وإذا رجعت بترجع لمسطحة المتهم وبالتالي حاليا أصبحنا في ظل قانون روما أو مبساق روما أنه هذه المبساقة والمحكمة هي مكملة للقانون الوطني ابقى معي سيد الشيخ دعني أستمع رأي سيد صالح محمود في ما قلته بهذا الصدد سيد صالح إلى أي مدى تتفق مع سيد الشيخ النذير في هذه النقطة التي طرحها الاختلاف ما بين الإحالة وحتى مسألة التصديق وكل هذه النقاط طبعا أولا يجب أن نؤكد على الآتي كلام الأستاذ النذير كلام جاء متأخر جدا أنه موضوع عمر البشير والمطلوبين الآخرين قد حسمت تماما والشيخ الأستاذ النذير نفسه اعترف بأن عمر البشير والمطلوبين هم مطلوبين بسبب الثلاثة جرائم المعروفة ولكن يجب أن يذكر أيضا أستاذ النذير أن عمر البشير واجه تهمة إضافية وهي تهمة عرقلة العدالة الدولية عندما رفض تسليم علي كوشيب وأحمد هارون الجدل هنا ليس أن مشروعية القرار المتخص بمجسل الوزراء أو ما سينتج في المستقبل من مصادقة سواء كان المجلسين اللي هما مجلس الوزراء ومجلس السيادي أو حتى في يعني تكوين بعد تكوين المجلس التشريعي هذا لن يغير من الأمر شيء ما نركز عليه الآن هو إنه في اتجاه من قبل الدولة لإظهار يعني إرادة سياسية كانت مفقودة في الماضي في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهذا هو جوهر الموضوع لأنه لا المصادقة ولا التوقيع يؤثر بأي حال من الأحوال في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اللي هي عندها الإختصاص الحصري بعد فشل القضاء السوداني في محاكمة عمر البشير وأتباعه بسبب الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور والأستاذ النزير نفسه أشار أنه كانت هناك استحالة أن عقد الإختصاص للمحاكمة السودانية بسبب انعدام النص في القانون الجنائي السوداني وضيفت هذه الجرائم الثلاثة في العام 2009 وبالتالي المحاكمة السودانية غير مختصة في محاكمة عمر البشير وأعوانه في الجرائم التي ارتكبت منذ تفجر الكارثة الإنسانية في 2003 إلى 2009 لا يمكن للمحاكمة السودانية أن تحاكم وبالتالي الجرائم الثلاثة الشنيعة لا تتطلب أبدا يعني مزألة المحاكمة في ظل فشل القضاء الوطني الذي هو طبعا في الغانون الجنائي الدولي الإختصاص أصلا ينعقد للمحكمة الوطنية وفي ظل انعدام الرغبة أو القدرة تتحول هذه المسؤولية للمحكمة الإقليمية في إفريقيا ما عندنا محكمة إقليمية جنائية اللي يسموها ولكن هناك فقط الخيار الأخير هو المحكمة الجنائية الدولية وجاء هذا بتوصية رئيس اللجنة المفوضة من قبل مجلس الأمن بروفيسور أنتونيو كواسيسي الذي قاد تحقيق في دارفور وأشار أنه هناك جرائم يعني شنيعة وأشار أيضا عمل توصية في أنه يحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية نعم وضحت الفكرة لا تتطلب أن يكون الدولة أن تكون الدولة مصادغة أو موقعة ومع ذلك السودان وقع على نظام روما وشارك في اجتماعات اللجنة الدولية في العام 1998 لإقرار الميساق الذي يعتمد عليه النظام النظام الروم الذي يسميه الروم ستاتشوت السودان موقع لكن لم يصادق نعم وضحت الفكرة سيد صالح محمود صادق الآن سواء كان تم المصادقة بواسطة الحكومة فترة انتغالية أو بمجلس السيادي أو المجلس التشريع هذا فقط يؤشر أنه هناك رغبة لكن لا يؤثر بأي حال من الأحوال شكرا جزيلا نعم نعم شكرا جزيلا سيد صالح محمود وضحت فكرتك رئيس هيئة محامي درفور وعضو مكتب السياسي للحزب الشيوية السوداني كنت معنا عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم أشكر كذلك موصول لضيفي أشيخ نذير عضو هيئة الدفاع عن رئيس المعزول عمار البشير كنت أيضا معنا عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم لكم أكي لكم جزيلا شكرا مشاهدين عن مساء مستمرة وبعد قليل استاذ مباشر وفي المصري محمد كيشو يحصل على برونزية المصارع الرومانية في أولمبياد توكيو 2020 وربع سوري معنا أسعد يتوجه